اشتركوا في القناة الايفون من ايو اس 11.2 ل11.2.5 طيب تعالوا نشوف ايه هي المميزات الجديدة طبعا احب انوه ان مفيش اي مميزات خاصة بادارة البطارية اللي هي كانت ابل تسببت في بعض مشاكل الايفون ببطء الاجهزة فيما يتعلق بالامور الخاصة ببطارية الهواتف فما فيش اي جديد من الناحية دي طيب تعالوا نفتح التليفون مع بعض نشوف اولا الاصدار اللي عليه تمام زي ما انتو شايفين 11.2.5 تمام طيب المميزات الجديدة اللي اضافتها زي ما احنا شايفين ايو سي 11.2.5 انكليود سبور فو هومبود ان انتو تقدر تعمل تنقل اي ملفات عندك سواء خاصة ب تنقل واي فاي من خلال تنقل الموسيقى بتاعتك كل ده تعمله شير من خلال الهومبود تعالوا هنا نقرأ تفاصيل اكتر ممكن برضو تنقل حساب بتاعك ابل اي دي او الموسيقى او سيري او من خلال الواي فاي تمام طيب الميزة الجديدة اللي ابل اضافتها ان هي سمحت ان سيري تقدر تقرأ اخبار بس فقط اتاعتهم في تلات تلات دول زي ما احنا شايفين امريكا يو اس ويو كي والولايات المتحدة واستراليا يعني انت بمجرد ان انت تقول هي سيري يعني احنا هنجربها معنا هنا هي سيري بلاي the news انت بس مجرد ان انت تقول لها play the news اه بتقول لي here is the latest news from npr هو المفروض تقرأ الاخبار انا جربتها وبصراحة ممتازة جدا بس هي فقط في تقريبا مشكلة في النت تمام هي بصراحة خدمة كويسة حتى زي ما انتم شايفين اه اوتوماتيك تلقائي فتحة البرودكاست وشغل ال news تمام هي خاصية بصراحة كويسة بس للأسف لا تعمل الا في هذه الثلاث دول فقط بمعنى باللغة الانجليزية فقط ده يعني شيء بصراحة يعني نأمل ان يكون الامر ده متاح بالنسبة للغة العربية في جميع الدول العربية بل وفي اي مكان تقدر تطلب من سيري ان هي تكره الاخبار باللغة العربية تمام من ضمن الحاجات التانية ان ابل الاصلاح ده شمل بعض الاصلاحات او التحسينات يعني الاصلاح عفوا التحديث ده شمل بعض التحسينات الاصدارات اللي قبل كده وطبعا بيحتوي على بعض المعلومات الخاصة بالامان تمام يعني انا من رأي ما فيش فيه اي جديد يعني بحيث لو انت مهتم من ناحية يعني انجليش بتاعك كويس وعايز تمارس اللغة الانجليزية بتوعي تتكلم مع سيري ان هي تعرض لك الاخبار وتسمع البرودكاست من خلال البرودكاست اللي هي هترشحه ليك يعني انا اعتقد ان الاصدار ده ما فيش فيه لكن نتمنى اتمنى ان الاصدارات القادمة يكون فيها الميزة والخاصية اللي قبل اعلنت عنها ان هي اتخيرك وتحددلك ان انت تختار تسمح لك عفوا ان انت تختار ما بين اداء معالج كوي مع يعني نقدر نقول احيانا الجهاز هيدفو منك في اي وقت اللي هي الخاصية اللي اعلنت عنها قبل يتم ادراجها ومع النظام لكن للأسف لم نرى هذه الميزة في هذا الاصدار نأمل ان احنا نلاقيها في الاصدارات القادمة طبعا دا كان عرض سريع عن بعض التحديثات عفوا بعض الاشياء المتعلقة بالاصدار ايو سي الافن بوين تون بوين فايف ان شاء الله نشوفكم في فيديو تاني نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة